بسم الله الرحمن الرحيم عمدة الفقه فالإمام الموفق ابن خدامة المخدسي رحمه الله ونفعل كتاب الصيد قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصيد وفي نسخة باب الصيد كل ما أمكن ذبحه من الصيد لم يبح إلا بذبحه وما تعذر ذبحه فمات بعقله حل بشروط ستة ذكرنا منها ثلاثة في الذكاء والرابع أن يكون الجارح الصائد معلما وهو ما يسترسل إذا أرسل ويجيب إذا دعي ويعتبر في الكلب والفهد خاص أنه إذا أمسك لم يأكل وَلَا يُعْتَبَرْ ذَٰلِكَ فِي الْطَائِرِ هذا الثاني أن يرسل الصائد للصيد فإن استرسل الكلب بنفسه لم يبح صيده الثالث أن يقصر الصيد فإن أرسل سهمه ليصيب به غرضا أو كلبه ولا يرى صيدا فأصاب صيدا لم يبح ومتى شارك في الصيد ما لا يباح قتيله مثل أن يشارك كلبه أو سهمه كلب أو سهم لا يعلم مرسله ولا يعلم أنه سمي عليه أو رماه بسهم مسموم يعين على قتله أو غرق في الماء أو وجد به أثرا غير أثر السهم أو الكلب يحتمل أنه مات به لم يحل لما روا عدي بن حاتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فأمسك عليك فأدركته حيا فاذبح وإن قتل ولم يأكل منه فكل فإن أخذ الكلب له ذكاء فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره وإذا أرسلت سهمك فاذكر اسم الله عليه وإن غاب عنك يوما أو يومين ولم تجد فيه إلا أثر سهمك فكله إنشئك وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك فإنها 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 وليس هذا وإنها وإنها أنه لا يمس بحث أنه لا يمس بحث ويس بحث في يوم ما يمس بحث يمس بحث في هذا المقاعدة يمس بحث وصف قال الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت أخذ أنك لسحولته سحولته وكذلك 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 وعطانا ويطانا وبدأت هذه المرات وانت نارك شخص وانت نارك شرع لو انا دعوه وانت نارك شدك ارتد وانت نارك شرع وانت نارك شرع هذا واحد الزمان حديث عديد وقتك وقتك يدون أمرّ في قاتل ويديكم أتضي أيضا منظد أن تلك ولم يتفق ومعن نعرف يمتح المتعور بأن المستخدمة في هذه السجلة التي التي لا تلعب مقابلة من أن تكون تسسل وأيضًا و يمتحانا الصعب في ضيق المستخدمه كيفيرا في الكامل في الزوارة التي يأتي بكما أكثر من اشخاص عندما يكون قد طويلاًا مقابلة في تسسلسل قال المصنف باب المطار الذي يشترك في مكانه في مكانه ويوجده ويوجده ومن يضطر في مخمصة فلم يجد إلا محراما فله أن يأكل منه ما يسدو رمقه وإن وجد متفقا على تحريمه ومختلفا فيه أكل من المختلف فيه فإن لم يجد إلا طعاما لغيره به مثل ضرورته لم يبح له أخذه وإن كان مستغنيا عنه أخذه منه بثمنه فإن منعه أخذه منه قهرا وضمنه له متى قدر فإن قتل المضطر فهو شهيد وعلى قاتله ضمان وإن قتل المانع فلا ضمان فيه ولا يباح التداوي بمحرم ولا شرب الخمر لمن عطش ويباح دفع الغصة بها إذا لم يجد مائعا غيرها وإن أخذ وإن أخذ أو يبدًا أخذ أو يبدًا أخذ وكان أخذ أخذ أو يبدًا عندما ينبط يمكنهم أن تكون أو يد كل ما يحلم أو يدونا ويكان يحوظ welches etwas beinhaltet, was verboten ist قال المصنف باب النذر mit نذر ist das Gelübde gemeint من نذر طاعتن لزمه فعلها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيع der vorige Hadith den wir im Bab Kitab-Usaid gelesen hatten das war der 74. Hadith dieser lange Hadith über das Jagen und dieser Hadith رواه البخاري ومسلم und den Hadith den wir eben hier gelesen haben من نذر أن يطيع الله فليطيع das ist der 75. Hadith رواه البخاري فإن كان لا يطيقها فإن كان لا يطيقها كشيخ نذر صياما لا يطيقه فعليه كفارة يمين لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين das ist der 6 und 7 6 der Halyf رواه ابن أبي شيبة في مصنفي ومن نذر المشي إلى بيت الله الحرام لم يجز إلا المشي في حج أو عمره فإن عجز عن المشي ركب وكفر وإن نذر صوما متتابعا فعجز عن التتابع صام متفرقا وكفر وإن ترك التتابع لعذر في أثنائه خير بين استئنافه وبين البناء والتكفير وإن تركه لغير عذر وجب استئنافه وإن نذر معينا فأفطر في بعضه أتمه وقضى وكفر بكل حال ومن نذر رقبة فهي التي تجزئ عن الواجب إلا أن ينوي رقبة بعينها ولا نذر في معصية ولا مباح ولا فيما لا يملك ابن آدم ولا فيما قصد به اليمين لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم وقال وقال رسول الله وإن جمع في النذر بين الطاعة وغيرها فعليه الوفاء بالطاعة وحدها لما روى ابن عباس قال أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا قائما فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه وإن قال لله علي نذر لم يسميه فعليه كفارة يمين هذا حديث دفع ist der 79 حديث رواه أبو داود قال المصنف كتاب الأيمان أيمان ist die Mehrzahl von يمين und damit ist der Eid gemeint oder der Schwur indem man auf Allah oder bei Allah schwört oder bei einer seiner göttlichen Attribute schwört ومن حلف ألا يفعل شيئا ففعله أو ليفعلنه في وقت فلم يفعله فيه فعليه كفارة يمين إلا أن يقول إن شاء الله متصلا بيمينه أو يفعله مكرها أو ناسيا فلا كفارة عليه ولا كفارة في الحلي في علام ماض سواء تعمد الكذب أو ظنه كما حلف فلم يكن ولا في اليمين الجارية على لسانه من غير قصد إليها كقوله في عرض حديث لا والله بلى والله لقول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولا تجب الكفارة إلا في اليمين بالله تعالى أو اسم من أسمائه أو صفة من صفات ذات كعلمه وكلامه وعزته وقدرته وعظمته وعهده ومثاقه وأمانته إلا في النذر الذي يقصد به اليمين فإن كفارته كفارة يمين ولو حلف بهذا كله والقرآن جميعه فحنث أو كرر اليمين على شيء واحد قبل التكفير أو حلف على أشياء بيمين واحدة لم يلزمه أكثر من كفارة وإن حلف أيمانا على أشياء فعليه لكل يمين كفارتها ومن تأول في تأويله إلا أن يكون ظالما فلا ينفعه تأويله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك رواه مسلم قال قال باب جامع الأيمان ويرجع فيها إلى النية فيما يحتمله اللغ فإذا حلف لا يكلم رجلا يريد واحدا بعينه ولا يتغدى يريد غداء بعينه اختصت يمينه به وإن حلف لا يشرب له الماء من العطش يريد قطع منته حنث بكل ما فيه منه وإن حلف لا يلبس ثوبا من غزلها يريد قطع منتها فباعه وانتفع بثمنه حنث وإن حلف ليقضينه حقه غدا يريد ألا يتجاوز فقضاه اليوم لم يحنث وإن حلف لا يبيع ثوبه إلا بمئة فباعه بأكثر منها لم يحنث إذا أراد ألا ينقصه عن مئة وإن حلف ليتزوجن على امرأته يريد غيظها لم يبر إلا بتزويج يغيظها وإن حلف ليضربنها يريد تأليمها لم يبر إلا بضرب يؤلمها وإن حلف ليضربنها عشرة عشرة أصوات فجمعها فضربها ضربة واحدة لم يبر فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها فيقوم مقام نيته لدلالته عليها فإن عدم ذلك حملت يمينه على ظاهر الأرض فإن كان له عرف شرعي كالصلاة والزكاة حملت يمينه عليه وتناولت صحيحة ولو حلف لا يبيع فباع بيعا فاسدا لم يحنف إلا أن يضيفه إلى ما لا يصح بيعه كالحر والخمر فتتناول يمينه صورة البيع وإن لم يكن له عرف شرعي وكان له عرف في العادة كالراوية كالراوية الضعينة حملت يمينه عليه فلو حلف لا يركب دابة فيمينه على الخيل والبغال والحمير وإن حلف لا يشم الريحان فيمينه على الفارس وإن حلف لا يأكل شواء حنث بأكل اللحم المشوي دون غيره وإن حلف لا يطأ امرأته حنث بجماعها وإن حلف لا يطأ دارا حنث بدخولها كيفما كان وإن حلف لا يأكل لحما ولا رأس ولا بيض فيمينه على كل لحم ورأس كل حيوان وبيضه والأدم كل ما جرت العادة بأكل الخبز به من مائع وجامد كاللحم والبيض والملح والجبن والزيتون وإن حلف لا يسكن دارا تناول ما يسمى سكنا فإن كان ساكنا بها فأقام بعدها أمكنه الخروج منها حنث وإن أقام لنقل قماشه أو كان ليلا فأقام حتى يصبح أو خاف على نفسه فأقام حتى أمين لم يحنث لا يسمى أمين هناك 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 وإن يحنث هناك وإن أمين اليمين die Sühne wenn man geschworen hat und den Schwur zum Beispiel oder den Eid nicht eingehalten hat قال وَكَفَّارَتُهَا إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَةِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَ فَمَلَّمْ يَجِدُ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامُ وَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ تَقْدِيمِ الْكَفَّارَةِ عَلَى الْحِنْفِ أَوْ تَأْخِيرِهَا عَنْهِ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ذَسْتَا أَيْنُ أَنْ أَخْسِقِسْتَ حَدِيْف رَوَاهُ النَّسَائِ وَرُوِيَ فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَيُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ رَوَاهُ أَبُوْ عَوَانَة ذَسْتَ حَدِيثِ مَا وَيُجْزِئُهُ فِي الْكُسْوَةِ مَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي للرَّجُلِ ثَوْبٌ وَلِلْمَرْأَةِ دِرْعٌ وَخِمَارٌ وَيُجْزِئُهُ أَنْ يُطِعِمَ خمسة مساكين ويكسو خمسة ولو أعتق نصف رقبة أطعم خمسة أو كساهم أو أعتق نصف عبدين لم يجزه ولا يكفر العبد إلا بالصيام ويكفر بالصوم من لم يجد ما يكفره به فاضلا عن مؤنة عياله وقضاء دينه ولا يلزمه أن يبيع في ذلك شيئا يحتاج إليه من مسكن وخادم وأثاث وكتب وآنية وبضاعة يختل ربحها المحتاج إليه ومن أيسر بعد شروعه في الصوم لم يلزمه الانتقال عنه ومن لم يجد إلا مسكينا واحدا ردد عليه عشرة أيام أحدث أخذت عن قبل نظام أخذ كي سيغانية وأخذت عن قبل نظام أخذ من فالتبه أخذ من يجب إذا كان أن يصبب أخذ وأخذ من كل جديد أخذ من رفاق أخذ من ذلك كل شيئة أخذ أنه لايجب أخذ أخذ من يجب إذا كان لحظل أخذ من هناك كفارا. وكفارا يتقل أنك سنة قدير فيها أممم سي أممم أو سنة قدير فيها أو أن يتقل أن تغيب فيها هذه 3 يمكن أن يسيحون ما يفعله هذا في الممتجل في الأحاول لذلك وياله تقلل لا يحتاج بسيسة و القبلة وأنه لا يحتاج إلى ذلك ألا تريد من أن يحصته لذلك وقد قلل من 10 أسامقين أو يمكن احصابة سيارة ويطاً all 4 أسامقين يجب وانهم مرحلة أو يمكننا مرحلة دائما وقلت يجعل مجردهم يجعل المتجمع البناء يجعل المتجمع الأمر ويجعلهم كله منهم يجعل كله يجعل قال المصنف كي تابل جنائيات جنائيات يجنائيات هي مهتصال جنائية ومع ذلك يجنيه مهتصال جنائيات جَمْعُوا جِنَيَا und das ist ein Verbrechen damit ist ein Verbrechen gemeint welches eine Qisas mit sich bringt welche also eine eine Vergeltung mit sich bringt und das mit Qisas kommt auch gleich inshallah im nächsten Kapitel قَالَ رَحِمَهُ اللَّهِ كِتَابُ الْجِنَيَاةِ und in manchen Nussach heißt es بابُ الْجِنَيَاةِ القَتْلُ بِغَيْرِ حَقٍ يَنْقَسِمُ ثَلَاثَةَ أَقْسَان أَحَدُهَا الْعَمْدُ وَهُوَا أَنْ يَقْتُلَهُ بِجُرْحٍ أو فِعْلٍ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ يَقْتُلُهُ The erste form is detötung كضربة بمثقل كبير أو تكريره بصغير أو إلقائه من شاهق أو خنقه أو تحريقه أو تغريقه أو سقيه سماً أو الشهادة عليه زوراً بما يوجب قتله أو الحكم عليه ب أو نحو هذا قاصداً عالماً بكون المقتول آدمياً معصوماً فهذا يخير الولي فيه بين القواد والديه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقتل وإما أن يفدى إما أن يقتل لا يقتل يقتل إما أن يقتل إما أن يقتل إما أن يقتل أنا أن يقتل هذا الحديث روح البخاري ومسلم هذا الحديث وهذا الحديث وهذا الحديث يقتل يقتل ومسلم 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 أو 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 ومسلم ومسلم ولكنه يجب الى المنسى يجب الى المنسى وليه ، وصلت إلى المنسى إما من الكثيرات وما يقول الى المنسى بين هذه الفيديو نعم قال وَإِنْ صَالَحَ الْقَاتِلَىٰ عَنِ الْقَوَدِي بِأْكْثَرَ مِنْ دِيَةٍ جَازَ الثاني jetzt kommt die zweite Form der Tötung شِبْهُ الْعَمْدِ die erste Form war die Absicht und die zweite Form ist die ungefähre Absicht genau, wiedervergeltet ist gut شِبْهُ الْعَمْدِ وَهُوَ أَنْ يَتَعَمَّدَ الْجِنَايَةَ عَلَيْهِ بِمَا لَا يَقْتُلُهُ غَالِبًا فَلَا قَوَدَ فِيهِ وَدِّيَتُ عَلَى الْعَاقِلَةِ die zweite Form ist also die erste Form ist dass er ihn tötet und mit etwas wo man weiß, dass er damit getötet wird er schmeißt ihn von einem Hochhaus runter oder er wirft ihn ins Meer und er weiß, dass er nicht schwimmen kann oder er schlägt ihn mit einem großen Hammer auf den Kopf diese Sachen man geht davon aus dass er getötet wird dass er stirbt und die zweite Form شِبْهُ الْعَمْدِ ist eine Sache die normalerweise nicht tötet die normalerweise nicht tötet aber in diesem Fall ist er dann gestorben er hat ihm eine Faust gegeben oder er hat ihn geschubst und er ist dann gestorben in diesem Fall gibt es nicht die قَوَد gibt es nicht die Wiedervergeltung dass er getötet wird aber aber er muss die dir zahlen er muss die dir zahlen أَفَّالِشُ الْخَطَأُوا وَهُوَ نَوْعَانُ zweitens ist Al-Khata das Ausversehen und hier gibt es zwei Formen أَحَدُهُمَا أَنْ يَفْعَلَ مَا لَا يُرِيدُ بِهِ الْمَقْتُولَ فَيُفْضِي إِلَى قَتْلِهِ اَوْ يَتَسَبَّبُ إِلَى قَتْلِهِ بِحَفْرِ بِئْرٍ اَوْ نَحْوِهِ وَقَتْلُ النَّائِمِ وَالصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِي فَحُكْمُهُ حُكْمُ شِبْهِ الْعَمْدِ Die erste ist das was er er wollte das nicht also aus Versehen er wollte nicht dass der Getötete getötet wird wie zum Beispiel er hat ein Loch gegraben und er ist dann in dieses Loch gefallen und hierbei gibt es die Dir er muss die Dir zahlen النوع الثاني أن يقتل مسلما في دار الحرب يظنه حربيا أو يقصد رمي صف الكفار فيصيب سهمه مسلما ففيه كفارة بلادية لقول الله تعالى فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ diese zweite form ist zum Beispiel jemand ist ein Muslim und er befindet sich unter Kuffar zwischen denen und den Muslimen ein Krieg besteht und dann hat er ihn getötet der Muslim hat dann diesen anderen Muslim getötet als Beispiel in diesem Fall gibt es die Dir äh in diesem Fall gibt es die Kaffare ohne die Dir die Voraussetzungen für die Pflicht der Vergeltung und die Einhaltung dessen ويشترط لوجوبه أربعة شروط أحدها كون القاتل مكلفا فأما الصبي والمجنون فلا قصاص عليهما الثاني كون المقتول آدميا معصوما فإن كان حربيا أو مرتدا أو قائلا في المحاربة أو قاتلا في المحاربة أو زانيا محصنا أو قتله دفعا عن نفسه أو ماله أو حرمته فلا ضمان فيه الثالث كون المقتول مكافيا للقاتل فيقتل الحر المسلم بالحر المسلم ذكرنا أونفا ولا يقتل حر بعبد ولا مسلم بكافر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مؤمن بكافر رواه الترمذي وأبو داود ويقتل الذمي بالذمي ويقتل الذمي بالمسلم ويقتل العبد بالعبد ويقتل الحر بالحر الرابع ألا يكون أبا للمقتول فلا يقتل والد بولده وإن سفل والأبواني في هذا سواء ولو كان ولي الدمي ولدا وله فيه حق وإن قل لم يجب القواد للم يجب استفاءه وإن استفاءه وإن استوفى غير المكلف حقه بنفسه أجزأ ذلك الثاني اتفاق جميع المستحقين على استفائه فإن لم يأذن به بعضهم أو كان فيهم غائب لم يجز استفاءه فإن استفاء فإن استوفاه بعضهم فلا قصاص عليه وعليه بقية وعليه بقية دية ولشركائه حقهم في تركة الجان ويستحق القصاص كل من يرث المال على قدر مواريثهم الثالث الأمن من التعدي من الاستفاء فلو كان الجان حاملا لم يجز استفاء القصاص منها في نفس ولا جرح ولا استفاء ولا استفاء حد منها حتى تضع ولدها ويستغنى عنها فصل ويسقط بعد وجوبه بأمور ثلاثة أحدها العفو عنه أو عن بعضه فإن كان أحدها العفو عنه عن بعضه فإن عفى بعض الورثة عن حقه سقط كله وللباقين حقهم في الدية وإن كان العفو على مال فله حقه من الدية وإلا فليس له إلا الثواب الثاني أن يرث القاتل أو بعض ولده شيئا من دم الثالث أن يموت القاتل فيسقط وتجب الدية في تلكته ولو قتل واحد اثنين عمدا فاتفق أولياؤهما على قتله بهما قتل بهما وإن تشاحوا وإن تشاحوا في الاستفاء قتل بالأول وللثاني الدية فإن سقط قصاص الأول فللأولياء الثاني استفاء ويستوفى القصاص بالسيف في العنق ولا يمثل به إلا أن يفعل شيئا فيفعل به مثله باب الاشتراك في القتل هنا geht es darum wenn sich Leute zusammen tun um jemanden zu töten قال وتقتل الجماعة بالواحد فإن تعذر قتل أحدهم لأبوته أو عدم مكافأته القتيل أو العفو عنه قتل شركاء وإن كان بعضهم غير مكلف أو خاطئ لم يجب القود على واحد منهم وإن أكره رجل رجلا على القتل فقتل أو جرح أحدهما جرحا والآخر مئة أو قطع أحدهما من الكوع والآخر من المرفق فهما قاتلان وعليهم القصاص وإن وجبت الدية استويا فيها وإن ذبحه أحدهما ثم قطع الآخر يده أو قده نصفين فالقاتل الأول وإن قطعه أحدهما ثم ذبحه الثاني قطع القاطع وذبح الذابح وإن أمر من يعلم تحريم القتل به فقتل فالقصاص على المباشر ويؤدب الآمر وإن أمر من لا يعلم تحريمه به ولا يميز فالقصاص على الآمر وإن أمسك إنسانا للقتل فقتل قتل القاتل وحبس الممسك حتى يموت باب القوادي من الجرح يجب يجب القوادي في كل عضوين بمثله فتأخذ العين بالعين والأنف بالأنف وكل واحد من الجفن والشفة واللسان واليد والرجل والذكر والأنثيين بمثله وكذلك كل ما أمكن القصاص فيه ويعتبر كون المجني عليه مكافئا للجان وكون الجانية عمدا والأمن من التعد بأن يقطع من مفصل أو حد ينتهي إليك الموضحة وهي التي تنتهي إلى العظم فأما كسر العظام والقطع من الساعد والساق فلا قود فيه ولا قود في الجائفة ولا في شيء من شجاع الرأس إلا الموضحة إلا أن يرضى مما فوق الموضحة بموضحة ولا قود في الأنف إلا من المارن وَهُوَ مَا لَانَمِن مُلَّةٌ ولا سن إلا بمثلها ولا تؤخذ كاملة الأصابع بناقصة ولا صحيحة بشلاء وتؤخذ الناقصة بالكاملة والشلاء بالصحيحة إذا أمن التلف فصل وإذا قطع بعض لسانه أو مارنه أو شفته أو حشافته أو أذنه أخذ مثله ويقدر بالأجزاء كالنصف والثلث ونحوها وإن أخذ اديته أخذ بالقصط منها وإن كسر بعض سنه برد من سن الجاني مثله إذا أمن انقلاعها ولا يقتص من السن حتى ييأس من عودها ولا من الجرح حتى يبرأ وسراية القواد مهدرة وسراية الجناية مضمونة بالقصاص والدية إلا أن يستوفي قصاصها قبل برئها فيسقط ضمانها إن شاء الله بيليز لأي شوية قَالَ رَحْمَهُ اللَّهِ قَالَ رَحْمَهُ اللَّهِ كِتَابُ الدِّيَاتِ 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 ist die Mehrzahl von الدِّيَا und mit الدِّيَا ist das Blutgeld gemeint und in manchen نُسَخ heißt es بَابُ الدِّيَاتِ دية الحر المسلم ألف مثقال من الذهب أو إثنى عشر ألف درهم أو مئة من الإبل فإن كانت دية عمد فهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة وهن الحوامل وتكون في مال القاتل وإن كان شبه عمد فكذلك في أسنانها وكذلك على العاقلة في ثلاث سنين في رأس كل سنة ثلثها وإن كانت دية خطأ فهي على العاقلة كذلك إلا أنها عشرون بنت مخاض وعشرون بن مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة ودية الحرة المسلم نصف دية الرجل وتساوي جراحها إلى فلو في الدير فإذا زادت سارت على النصف مخاز فال 성ضع شرحه جناز الأمب Tellت خطأ والصف سر everyone أخطا فالس Idol شبير راكس ما و terrكم جناز الأمب يا رحم كانه سورل gest 17 قابط mate أو أو 100 كميل أو أسنعنا كميل كميل وحلاله في الغبلي كميل وحلاله بقصد وحلاله في زمى 10.000 وحلاله شعر الع العالم من 100 سوية أقل في الممينة أسرعي 600 أصدقاص أقلل مع هفرة الإوجه 80Я إذا كانت نترك لأنك تلك الشيقاء نتوق PARJħ شكراً يتوقف تilingual لا ت descript ent لا national قال ودية الكتابي نصف دية المسلم ونساؤهم على النصف من ذلك ودية المجوسي ثمانية درهم ونساؤهم على النصف ودية العبد والأمة قيمتها بالغة ما بلغت ومن بعضه حر ففيه بالحساب من دية حر وقيمة عبد ودية الجنين الحر إذا سقط ميتا غر عبد أو أما قيمتها خمس من الإبل موروثة عنه ولو شربت الحامل دواء فأسقطت به جنينها فعليها غرة لا ترث منها شيئا وإن كان الجنين كتابيا ففيه عشر دية أما وإن كان عبدا ففيه عشر قيمة أما وإن سقط الجنين حيا ثم مات من الضربة ففيه دية كاملة إذا كان سقوطه لوقت يعيش في مثله باب العاقلة وما تحمله العاقلة بمعنى المنع Das ist damit gemeint die Abwendung oder das Abwehren schwierig das mit einem Wort zu übersetzen قال رحمه الله وهي عصبة القاتل كلهم قريبهم وبعيدهم من النسب والموالي إلا الصبي والمجنون والفقير ومن يخالف دينه دين القاتل ويرجع في تقديد ما يحمله كل واحد منهم إلى اجتهاد الإمام فيفرض عليه قدرا يسهل عليه ولا يشق وما فضلا فعلا القاتل وكذلك الدية في حق من لا عاقلة له ولا تحمل العاقلة عمدا ولا عبد ولا سلحا Das ist so, wenn jemand zum Beispiel jemanden getötet hat dann sein Stamm oder seine Familie sie tragen sie tragen mit die Verantwortung der dir das ist hier mit diesem Kapitel gemeint قال في الحامش العاقل هو المنع ولذا سمي أقارب الانسان عاقلته لأنهم يمنعون عنه والضرر والشارع حملهم من ديات الخطأ وشبه العمدي لأن الجاني لم يتعمد الجناء فهو معذور وفاستحق مساعدة لأن الله تجحف به الغرامات التي لم يقصدها also jemand hat zum Beispiel jemanden unabsichtlich getötet dann haftet auch sein Stamm oder seine Familie dafür sie stehen auch dafür gerade und helfen ihm dabei قال ولا اعترافا ولا اعترافا ولا ما دون الثلث ويتعاقل أهل الذمة ولا عاقلة لمرتد ولا لمن أسلم بعد جنايته أو انجر ولا أه بعدها قال فصل وجناية العبد في رقبته إلا أن يفديه السيد بأقل الأمرين من أرشها أو قيمته ودية الجناية عليه ما نقص من قيمته في مال الجاني وجناية البهائم هذر إلا أن تكون في يد إنسان كالراكب والقائد والسائق فعليه ضمان ما جنت بيدها أو فمها دون ما جنت برجلها أو ذنبها وإن تعدى بربطها في ملك غيره أو طريق ضمن جنايتها كلها وما أتلفت من الزرع نهارا لم يضمنه إلا أن تكون في يده وما أتلفت ليلا فعليه ضمان يجد اسم يدير وما في الإنسان منه شيء واحد ففيه دية كلسانه وأنفه وذكره وسمعه وبصره وشمه وعقله وكلامه وبطشه ومشيه وكذلك في كل واحد من صعاره وهو أن يجعل وجهه في جانبه وتسويد وجهه وخدي واستطلاق بوله أو غائطه أو قرع رأسه ولحيته دية وما فيه منه شيئان ففيه مدية وفي أحدهما نصفها كالعينين والحاجبين والشفتين والأذنين واللحيين واليدين والثديين والأليتين والأنثيين والإسكتين والرجلين وفي الأجفان الأربعة الدية وفي أهدابها الدية وفي كل واحد ربعها فإن قلعها بأهدابها وجبت دية واحدة وهي أصابع اليدين الدية وفي أصابع الرجلين أدية وفي كل إصبع عشرها وفي كل أنملة ثلث عقلها إلا الإبهام ففي كل أنملة نصف عقلها وفي كل سن خمس من الإبل إذا لم تعد وفي مال الأنف وحلمة الثدي والكف والقدم والحشفة الذكر وما ظهر من السن وتسويدها دية العضو كل وفي بعض ذلك بالحساب من دية وفي الأشل من اليد والرجل والذكر الخصي والعنين ولسان الأخرص والعين القائمة والسن السوداء والذكر دون حشفته والثدي دون حلمته والأنف دون أرنبته والزائد من الأصابع وغيرها حكومة وفي الأشل من الأنف والأذن وأنف الأخشم وأذن الأصم ديتها كاملة هنا geht es um die verschiedenen Körperteile zum Beispiel wenn man nur ein Körperteil davon hat wie zum Beispiel die Nase wie zum Beispiel die Zunge wie zum Beispiel die Sehkraft wie zum Beispiel die Hörkraft oder wovon man zwei hat wie zum Beispiel die Augen die Ohren, die Hände oder wovon man mehrere hat wie zum Beispiel die Finger und die Finger werden dann auch wieder aufgeteilt zum Beispiel die Fingerspitzen und dann die Finger werden insgesamt in drei Teile aufgeteilt die Fingerspitzen und dann das zweite Drittel und dann der ganze Finger und für alles gibt es eine vorgeschriebene دية قال باب الشجاعة الشجاعة oder الشجاعة باب الشجاعة نعم باب الشجاعة وغيرها الشجاعة هي جروح الرأس والوجه damit ist gemeint Kopf und Gesichtsverletzungen وَهِيَ تِسْعُنْ أَوَّلُهَا أَلْحَارِصَةَ وَهِيَ الَّتِي تَشُقُّ الْجِلْدَ شَقَّنْ لَا يَظْهَرُ مِنْهُ دَمُنْ ثُمَّ الْبَازِلَةَ أَلَّتِي يَنْزِلُ مِنْهَا دَمُنْ يَسِيرُنْ subhanallah wie genau sie sind die erste Art der Gesichtsverletzung oder der Kopfverletzung ist eine Verletzung die oder bei der kein Blut rauskommt zum Beispiel du zwickst jemanden im Gesicht das ist eine Verletzung er hat dann eine Verletzung aber es hat nicht dazu geführt dass eine Wunde oder eine Verletzung entstanden ist die zweite Form sagt er أَلْبَازِلَةَ أَلَّتِي يَنْزِلُ مِنْهَا دَمُنْ يَسِيرُ eine Verletzung bei der wenig Blut austritt ثُمَّ أَلْبَادِعَةَ أَلَّتِي تَبُضَعُوا أَلَّحْمَا بَعْدَ الْجِلْدِ die dritte Form ist eine Verletzung bei der man sogar also man hat die erste Schicht das ist die Haut und nach der Haut kommt dann kommt dann das Fleisch das ist dann diese Verletzung ist bis ins Fleisch durchgedrungen التي ثُمَّ أَلْمُتَلَاحِمَةَ التي أَخَذَتْ في اللَّحْمِ die vierte Form ist المتلَاحِمَةَ warum dann richtig tief ins Fleisch angedrungen wurde ثُمَّ أَسْسِمْحَا قُلَّةِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعَظْمِ قِشْرَةٌ رَقِيقَة die fünfte ist eine Verletzung die zwischen dem Fleisch und der den Knochen ist also eine tiefe noch tiefere Verletzung فَهَذِهِ أَلْخَمْسُ لَا تَوْقِيْتَ فِيهَا وَلَا قِصَاصَ بِحَالَ diese fünf hierfür gibt es keine Wiedervergeltung es gibt hier dafür nur die دير ثُمَّ أَلْمُضِحَا وَهِيَ الَّتِي وَصَلَتْ إِلَى الْعَظْمِ أَلْمُضِحَا ist die Verletzung die bis in die bis in die Knochen vorgedrungen ist eine tiefe Verletzung das ist dann auch die das wäre die sechste Nummer 6 وَفِيهَا خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ أَوِ الْقِصَاصُ إِذَا كَانَتْ عَمْدًا hierbei wenn die Verletzung bis in die Knochen vorgedrungen ist wir reden vom Gesicht und vom Kopf die Dier hierbei sind fünf Kamele fünf Kamele sind wie viel ungefähr 50.000 Riyal also 12.000 Euro oder الْقِصَصُ die Wiedervergeltung wenn das mit absichtlich ist ثُمَّ الْحَاشِمَ أَلَّتِي تُرْضِحُ الْعَظْمَ وَتُهَشِّمُهُ die siebte die bis in die Knochen vordringt und diese zerstört فِيهَا عَشْرُنْ مِنَ الْإِبْلِ die Dier die Dier hierbei sind zehn Kamele also hunderttausend Riyal ثُمَّ أَلْ مُنَقِّلَتُ وَهِيَ الَّتِي تُوْضِحُوا وَتُهَشِّمُوا وَتَنْقُلُ عِظَامَهَا das ist die فلَتْسُنْ die die Knochen zerbricht فيها خَمْسَةَ عَشَرَ من الْإِبْل 15 Kamele ثُمَّ أَلْمَأْمُومَة وهي التي تصل إلى جِلْدَةِ الدِّمَاغ وَفِيهَا ثُلُثُ الدِّيَة diese Al-Mamuna ist die bis ins Gehirn vordringt also eine sehr tiefe Wunde und hierbei gibt es ein Drittel der Diyah ein Drittel der Diyah wir hatten gesagt 100 Kamele ein Drittel davon wären 33 Kamele وَفِيهَا إِفَاتِ وَفِيهَا إِفَاتِ وَفِيهَا إِفَاتِ وَفِيهَا إِفَاتِ وَفِيهَا إِفَاتِ تَسْتَقَاضِ than inside it دُونَ الْمُوْضِحَةِ فَلَا يَجِبُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْشِهَا أو يَجْرَحَ أُنْ مُلَّةً فَلَا يَجِبُ أَكْثَرُ مِنْ دِيَتِهَا wir merken uns die Grenze ist Al-Mu'diha und Al-Mu'diha ist die Verletzung die bis in die Knochen vordringt Wir lesen noch bisschen قال رحمه الله باب كفارة القتل ديزون داتوتم ومن قتل مؤمنا أو ذميا بغير حق أو شارك فيه أو في إسقاط جنين فعليه كفارة وهي تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله سواء كان مكلفا أو غير مكلف حرا كان أو عبدا ولو تصاد ما نفسان فمات فعلى كل واحد منهما كفارة ودية صاحبه على عاقلته وإن كان فارسين فمات فمات فرساهما فعلى كل واحد منهما ضمان فرس الآخر وإن كان أحدهما واقفا والآخر سائرا فعلى السائر ضمان دابة الواقف وعلى عاقلة هدية إلا أن يكون الواقف متعديا بوقوفه كالقاعد في طريق ضيق أو ملك السائر فعليه الكفار وضمان السائر ودابة ولا شيء على السائر ولا عاقلة إذا إذا رمى ثلاثة بالمنجنيق فقتل الحجر معصوما فعلى كل واحد منهم كفار وعلى عاقلة كل واحد منهم ثلث الدي وإن قتل أحدهم فكذلك إلا أنه يسقط ثلث ديته في مقابلة فعله وإن كان أكثر من ثلاثة سقطت حصة القتيل وباقي الدي في أموال الباقين باب القسامة قسامة دماء فخشفوه روى سهل بن أبي حسمة ورافع بن خديج أن محيصة وعبد الله بن سهل انطلق قبل خيبر فتفرق في النخل فقتل عبد الله بن سهل فاتهم اليهود في به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمتي فقالوا أمر لم نشهده فكيف نحلف قال فتبرئكم اليهود بأيمان خمسين منهم قالوا das ist ein das ist ein حديث رواه das sind zwei حديث رواه مسلم ورواه نسائل das ist der 85 حديث بما ستزامن قالوا قوم كفار فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من قبله فمتى وجد قتيل فادعى أولياؤه على رجل قتله وكانت بينهم عداوة ولوث كما كان بين الأنصار وأهل خيبر أقسم أقسم الأولياء على واحد منهم خمسين يمينا واستحق دمه فإن لم يحلف حلف المدعى عليه خمسينا وبرئ فإن نكلوا فعليه مدية فإن لم يحلف المدعون ولم يرضوا بيمين المدعى عليه فداه الإماه من بيت المال ولا يقسمون على أكثر من واحد وإن لم يكن بينهم عداوة ولا لوث حلف المدعى عليه يمينا واحدة وبرئ طيب طيب إنشاء الله bis hier und das war heute بإذن الله die vorletzte Sitzung und in der nächsten Woche lesen wir إنشاء الله das Buch بإذن الله zu أَن أَذَوَ اللَّهُ تَعَلَا أَعْلَم وصَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّد يarbeitت أَذَوَísُنْهِ شكرا